طبعاً أنت مستنين للوقت أكلمك عن مبارات الزمالك وطنطا والحقيقة أن مبارات الزمالك وطنطا هي مش مجرد 90 دقيقة بل هي رصد وتلخيص لحالة كاملة بيعيشها نادي الزمالك وعشان نعرف الحالة دي جات منين لازم نسأل نفسنا سؤال مهم هو إزاي الأهلي نجح كروياً السنة دي؟ يا عم عديني نتكلم عن الزمالك تقولي إزاي الأهلي نجح أيه صح هو ده السؤال اللي بيوصلك للإجابة دي خليك معايا وتقل ونحاول نفهم مع بعض البداية هناخد فلاش باك ونرجع للصيف إيه موقف الأهلي في الصيف؟ فريق ممزق جماعياً وفردياً علاقة الجماهير بالإدارة سيئة جداً علاقة الجماهير باللعيبة أسوأ حتى من علاقتها بالإدارة هنعمل إيه؟ هنجيب مدرب بنصق فيه ومن أهم مميزاته قوة الشخصية ليه؟ لأن الفريق عانى من شيء من الإنفلات في الموسم السابق مين هو المدرب؟ حسام البدري ييجي حسام البدري يتولى المسؤولية تطاع كبير جداً من جمهور الأهلي ما كانش عايز حسام البدري أوكي رأيهم لكن هالرأيهم ده هيؤثر على رأي الإدارة؟ لا لأن الجماهير جماهير والإدارة هي من تدير الجماهير ممكن يبقى وجهة نظرة صح وممكن غلط لكن الإدارة هي اللي عارفة التفاصيل بالتالي هي اللي تقدر تقول إيه اللي يمشي بناء على الظروف والتفاصيل الحاليين جيه حسام البدري استلم الفرقة الناس كلها كانت غضبانة غضب شديد على شريف إكرامي غضب أكبر على سعد سمير والاتنين بدأوا الموسم والاتنين بدأوا الموسم كويس بعد الأهلي ما بدأ الموسم كان الأداء مش مرضي لبعض الجماهير لو عملت استطلاع رأي الجماهير الأهلي أعتقد أن نسبة الناس اللي هتقول مش عايزين حسام البدري أو قرار تعيين حسام البدري كان قرار خاطئ هتكون النسبة الأكبر مش لكابتن حسام البدري وعمل أداء مش عايز بالجماهير الإدارة تعمل إيه ولا حاجة ولا تجدد الثقة ولا تجتمع باللعيبة والجهاز الفني عشان تؤكد النهية اللي بتجدد الثقة لأن ببساطة شديدة في كلمة تجديد الثقة معناها أن الثقة كانت محل شك ثقة كانت محل شك لكن إحنا أزلنا الشك وبنجدد الثقة إذن أنت زرعت الشك بكلمة تجديد الثقة لكن لو ما تكلمتش خالص لو بعيدت خالص عن المشهد واتطمن لو بعيدت عن المشهد والفريق نجح الكريدت هيجيلك 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 أكيد هيجيلك مانوال جوزي كان بتقال عليه الساحر لكن في النهاية بتقال إيه حسن حمدي أبو تريكا وبركات كانوا مكسرين الدنيا لكن في النهاية كان بتقال إيه حسن حمدي الكريدت جايلك والله جايلك مش هيروح في حط المهم إن الإدارة سكت تماما يمكن داخلياً اتكلموا معاه يمكن خدوا رأيه في حاجات يمكن تدولوا يمكن تنقشوا المهم إنها ما خرجتش أي تصريح رسمي في أي كلمة في حق الجهاز الفني اللي قرروا من أول الموسم إن هم إيه بيصقوا فيه ومدام بنصق فيه ناخد التجربة لآخرة مش الأهلي تصدر الأهلي سافر المنتخب الجابون كاس الأمم الأفريقية أحد أهم من نجوم المنتخب كان مين كان أحمد فتحي أحمد فتحي رجع وبعد ما رجع موقف التاني حصلت أزمة بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة مين اللي اتغلط أحمد فتحي أحمد فتحي الجوكر اللي بيلعب في كل المراكز اللي بيماوت نفسه في الملعب أيوة هو اللي اتغلط طب ليه هل أحمد فتحي يعني شخص وحش وسيد عبد الحفيز شخص كويس لا الموضوع مش أشخاص بس ده مدير الكورة وده لعيب في النادي لعيب النادي ده بقى جوكر بيلعب في كل المراكز عنده صفحات بتنزل ثور وعليها قلوب بيتنزله أخبار مدفوعة الأجر النهار من البكاء لما الفرقة خسرت ومكلش المدة سبعة أيام ورمى نفسه متدورة تلاتين ولا هاجة ولا هاجة كل الأعلمين أصحابك مش مهم هتروح طعاية في برامج مش مهم هينزل لك أخبار مش مهم هتنزل ثور عليها قلوب برضو مش مهم المهم الصح الغلط وفي النهاية إيه اللي حصل أحمد فتحي لسه موجود الأهلي ما مشهوش ولسه بياكل النجيلة ولسه بيلعب في كل المراكز تحت مظلة إيه إدارة سيطرت على الموقف بأنها عارفت مين مدير الكورة ومين اللعيب وفي النهاية ما سمعناش حد دخل في النص عشان يقول رأيه من الإدارة ما شفناش المهندس محمود طاهر قال أنا شايف أن سيد غلطان أو أن أحمد فتحي غلطان أو الله إن أو الله أصل أو الله فصل مجرد دخوله هيتخذ منك جملة أو كلمة أو حرف جر أو فصلة ويتعامل بها موضوع لكن عدم دخوله من الأساس قتل الموضوع فين الموضوع دلوقتي؟ حد فاكر فيه حاجة؟ حد بيتكلم عنه؟ أبداً والأهلي بيعمل إيه دلوقتي؟ بيلعب أحمد فتحي موجود؟ آه موجود والنتائج إيه؟ الأهلي بيكسب وأحمد فتحي إيه؟ متقلق واضحة؟ ولا مش واضحة؟ النهاردة بالمناسبة يعني كارل هاينز رومونيجا رئيس نادي باير ني ميونيخ وأحد أساطير النادي قال تصريح مهم جداً طبعاً باير ني ميونيخ السنة دي خرج من دور الثمانية لشامبيونز ليج أمام ريال مدريد وخسر الكاس في السيمي فاينال أمام بروسيا دورتموند على ما لعبه في الإاليانز أرينا قال إيه بقى رومونيجا؟ قال الجماهير مش حتدفعنا نتصرف بجنون في موسم الانتقالات هنعمل ما هو ضروري فقط ودي نقطة مهمة جداً الجمهور جمهور شجع يحب النادي وله كل الاحترام وتقدير لكنه لا يدير الجمهور لا يدير لأن الجمهور لو بيدير هتشوف حاجات تانية خالص ده غير أن الجمهور نفسه ما بيتطفقش على حاجة فمجرد أنك عزلت نفسك عن الجماهير تقدر تاخد قرارات والله الجماهير كتكرهاك في أول الموسم يا بشمواندس محمود طاهر هي بتحبك دلوقتي الجماهير كانت متضايقة من الكابتن حسامي بدري في أول الموسم هي بتحبه دلوقتي مدام النجاح حصل الجمهور هيبقى معاك مدام النجاح ما حصلش الجمهور مش هيبقى معاك لكن النجاح عمره ما هيحصل أول ما تخلط نفسك بالجماهير أو أول ما تفكر بعقلية الجماهير